تماما في الفيديو ده ان شاء الله عايزين نك نتكلم مع بعض على البرنامج ده بنكمل الفيديو اللي هو بتاع او اس تو جو اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وقلنا ده اللي بيعمل ده من ضمن البرامج اللي بتعمل طبعا فتحنا قبل كده واتكلمنا عنه طبعا وشرحنا في الدرس اللي فات بشكل مستفيد طبعا بيبدأ البرنامج معنا زي كده عشان خاطر نبدأ ونعمل وانتهى السهولة طبعا على بتاعنا سواء هنعملها ايزو او كده طبعا نعيب البرنامج ده طبعا لازم يكون اونلاين يكون شغال كله اونلاين ما ينفعش هنا طبعا بيقولك دخل اللي فلاشة عشان اقدر اعملها لك انا ازل لك عليها الويندوز توجول كريتور ده اللي هيعمل لي طبعا لازم يتصل بالنت عشان يقدر يعمل لي الحاجة دي طبعا هنا اقول له الويندوز انستول درايف بيبدأ يدور لي على الدرايف اللي انا هعمله طبعا لازم اكون ادخلت له مسلا فلاشة تلاتين جيجا او حاجة عشان خاطر يعمل لي عليها الويندوز بس هذا طبعا ما بيشتغلش غير لازم وانلاين فهنا هنشوف هنجرب مع بعض يمكن يشتغل معانا اوفلاين احنا عايزين نجرب الحاجة ونشوف عملي بنفس نوع انا دخلت طبعا الفلاشة بتاعتي على ساقة على امل ان هو طبعا يشوفها وهحاول اغير كده في التابس بتاعت البرنامج وربما يشوف الفلاشة بالمرة او افتح البرنامج مرة تانية عشان خاطر اشوف البرنامج ده طبعا احنا عملنا به فيديو كامل ولكن ربما يكون الصوت بتاعه مش اه تمام فاحنا انا حاوله عشان كده انا عملت به فيديو تاني الوقتي بحاول اعمل به بس طبعا لاحظت ان لازم يتصل بالنت عشان يقدر يجيب ويقول لك لازم لايسنس كود البرنامج ده انا منزله ترايل ترايل يشتغل لفترة بسيطة فانا طبعا شاف الفلاشة بتاعتي اهو الاثنين وثلاثين جيجا هي دي وهقول له طبعا يعملها لي ويندوز انستول درايف كرياتور هتعمل ويندوز انستوليشن انا عايز اعمل ويندوز نسخة ويندوز بحيس ان انا اعتمد عليها ويندوز اليفن يا ترا ولا تن ولا ايت بوينت وان ولا ايزو عليها ويندوز عايز تعمل منها اه تعمل تخلي تعمل بها ويندوز لايف على الفلاشة بحيس اشتغل مع الفلاشة على طول هقول له مسلا ايزو معينة في ايزو معينة انا عايزها هي اه عايز اعمل منها زي صونة ويندوز مسلا ولا حاجة تمام فهنا طبعا هيقول لي فين الايزو بتاعتك هقول له الايزو بتاعتي موجودة مع الايزوهات اللي موجودة على البرتشن ده. اه ففي حاجة اسمها ويندوز تين جيمز. ماشي. روح على الايزو وشوف. هتعمل الفلاشة بوت ايه? بوت ام بي ار. اعمل هالفلاشة اه اعتقد هيعمل اه الفلاشة دي كده هيجهزها بحيس ان هي قدر انزل معلها ويندوز. هنا بيقول لازم تدخل زي ما انتم شايفين. فهنا البرنامج محكوم شوية. فهنا طبعا من الويندوز الحالي عايزك تعمل لي على الفلاشة دي. نسخة ويندوز على بيقول لي همسح لك كل اللي على الفلاشة. اقول له اشوف ابص بص كده على الفلاشة. هل في حاجة مهمة? الفلاشة بتاعتي تلاتين جيجا هل فيها حاجة مهمة يتخاف عليها? وريني. النظام بوت والجت قاني والصونت الصيانة الجديدة مع التعديل الجديد مع كل حاجة ده بخلص? لا لا ما تلزمش. اقول له ماشي. اعمل هالي. هنا بيقول لي لازم ايه? نقط النفع اه اللوكيتد ان لوكيتد سبيس. يعني بيقول لك الفلاشة ما يش اد. اه مش مش عال احنا عايزين مية اربعة وسبعين جيجا سبيس. ليه? عشان بيقول لك من الويندوز الحالي. يبقى الويندوز الحالي عايز يحطه لي على فلاشة بس تكون بنفس الحجم. وده طبعا مستحيل. اجيب فلاشة مية اربعة وسبعين جيجا يعني مش. فهنا هقول له اعمل لي هتعمل ايه? وعلي ويندوز ايه? هقول له ويندوز مسلا. الويندوز تن هيبقى ايه? اثنين وتلاتين بت. المهمة هقولت له اعمل لي ويندوز تن. وخلاص اعمل لي يعني درايف هنزل منه ويندوز. فهنا طبعا هقول له الدرايف بتاعي هو التلاتين. ما بيعرضوش يعمل لي لانه طبعا لازم عايز انترنت. فهنا هقول له ان عايز عنوز يعني ويندوز اروح به في كل مكان. عميلي من الاسطوانة دي. ويندوز مش هوم لان عايزه نسخة ويندوز تاني. الايزو اللي عايزها تكون ويندوز تن. تمام? لان هي اصلا ويندوز تن. اللي انا عاوزها. طبعا اعمل لي ويندوز الافن. طب اعمل لي ويندوز ايت بوينت وان. انا عايزه يقول لي بالزبط اختار لي الايزو. شايف هنا بيقولك داونلود من عند من المايكروسوفت. يعني لازم تكون متصل بالنت. ده احد البرامج. عشان الخطر ما نضيعاش وقت في كتير. ده برنامج انت بتنزله طبعا من على موقع اس اس اهو. ده سايد بتاعه اس اص دوت كوم اس اس دوت كوم. تمام? آآ برنامج تاني طبعا انا طبعا يعطبر كده بقولك على جميع الاصرار للاينا تبعتها عشان خاطر اعمل ويندوز لايف. الوندوز لايف بتاعي تحديدا. آآ مش فاكر البرنامج بالزبط اللي نعم بس هم برائج كتير جدا اتعاملت به. في حاجة اسمها في حاجة اسمها في حاجة اسمها في حاجة اسمها الغير في هي حاجة اسمها الغير وين درشير في قلنا البي اي بلدر والوين بلدر. فعايزين نشوف كده على الهارد الهارد بتاعي كده استعرضك من عليه الامكانيات بتاعت زمان. زي ملتلك كده من حوالي اكتر من عشرين سنة. كان الواحد بيعمل الصونات لايف. هنا بيقول لك كريات ويندوز تن بي اي. الفولدر ده حاج مؤدية كله على بعضه حوال ستنمية ميجا. تمام? فاحنا هنا هنستعرضك هنا مع بعض ونشوف هيعمل لنا ويندوز لايف ازاي ده بيقول لك بي اي بيلدر قلك الويندوز اسمه. اي بي اي بي اي salى دبل كلك عشان اشوف هيعمل لي ويندوز لايف ازاي. او دبل كلك اسم هو تن بي اي سي سكند دي شان يعني isINDATION يعني اس يعني معناها سكند دي شان. هنا بيقول لك هوا بيحاول يندمج مع الكودز بتاعت الويندوز عشان خطر يعمل لنا الويندوز لايف فهنا طبعا عشان ما يضعيし الوقت انا هستنال حد ما يخلص براحته وهعمل بالبوز للفيديو الوقتي. هنا خلاص بدأ معاني البرنامج اهو. طبعا بيقول لي ازاي اعمل ويندوز دين لايف. ويندوز بي اي لايف. هسميها ميني ميني تين بي اي زي الصونت بتاعتنا بالزبط. ربما يكون هو ده البرنامج اللي انا عملت به. هي ال وين بي اي. طبعا زي ما انتم شايف. اه ما اسم البي اي بلدر او وين بي اي اسم البرنامج. اهو. طبعا هتختار السورس. لما ديجي تعمل اه وين بيلدر زي كده. هنا طبعا الشي اللي هنا محدد لك ايكونات معينة وابليكيشن معينة ودرايفرز معينة هتحطها. هتحطها الموجودة اهي. لو عايز تدخل درايفر الاوديو. هتعمل استعراض لبعض الملفات الاوديو. هتقول له اهو play setup sound. اه الساوند اللي انت عايزه يشتغل. او درايفرز اللي انت هتضيفها. هنا مسلا درايفر ولا هتستخدمها? هتحط برنامج درايفر على النسخة دي ولا لأ? المهم في النهاية هتقول له اعمل لي اه اعمل لي ايه? اعمل لي يعني اعمل لي وين بيلدر. ده هيعمل لك تين بي اي بالزبط زي المشروع الاساسي ولا هتختار بعض الحاجات. بالنسبة للشيل هتحط شيل لودر ولا هتعمل ايه بالزبط في النسخة هتختار اي واحدة من دول. ده طبعا انت بتخلي كل حاجة على الدفولت بتاعها وتقوم اي له اعمل لي على طول. فهنا حسنا اعمل المفروض بعمل دي او اشوف حاجة تانية محتاجة هنقدر نبص عليها بصة. لو ما فيش بقوم اعمل بال اكس وهم اقيل له على طول اعمل لنا اه اه وين بي اي بيلدر. طبعا المفروض يطلب سورس ويطلب حاجات كتير السورس بتاعي. هنا بيقول لك اللي انت هتحط فيه السورس اللي هيعمل منه. قال لك اهو. السورس دي ريكتوري فوردر فوردر فرم وير يور فايل ويل بي كابيت يوز سبورت بيلدر. البيلدر اللي انت هتحطه السورس بتاعك. اللي انت عايز تعمل عليه في النهاية السورس اللي انت عايز تاخد منه يعني. تمام? وهنا في النهاية هتتعامل لك على ويخزنها لك طبعا على الكمبيوتر يعني على المكان اللي انت هتحدده له هنا. تمام? سلكت فولدر معين. انت هتعمله له هنا الايزو. اللي هي الايزو اللي انت هتعملها. تمام? ممكن بتحدد له المكان بتاعها هيخزنها لك فين بالزبط المهم. السورس دي ريكتوري اللي هو اللي هو بتاع الويندوز مسلا. هنا ده السورس دي ريكتوري هو. تمام? الباس بتاع السيتنز اللي فيه الويندوز. ممكن احدد له البرتوشم بتاع الويندوز. انا هعمل نفسي منش منش فاهم واقول له اعمل لي يلا الوقتي. اعمل لي نسخة لايف كده على السريع. ووريني الشكل بتاعها هيكون ازاي. فهنا بيحاول يعمل لي على قدر الامكانيات اللي هو مختارة من على الشمال دي. فهنا الوقتي بيعمل له نسخة. فبعد ما يخلص ان شاء الله هجيب لكم النتيجة في النهاية. طبعا من قبل ما اعمل للفيديو طبعا جاب لينا رسالة. قال لي الفايلز اللي هو الويندوز فايلز. يعني لازم يكون في فولدر في ويندوز فايلز. عشان ااخد منه وعمل لك اللي استوعنا. تمام? فهقول له اوكي. انت منطقك سليم. يبقى انت مزبوط. برضو عايز يسيبني ويقول لي المهم. فكل رسالة خطأ بتتم في النهاية. هترسع على انه في النهاية مش هيعمل لي النسخة دي. او ممكن يعمل هالي بس هتبقى نقصة بعض الحاجات. تمام? اهو. طلع تاني من العمال اللي هو. ما عملش نسخة ايزو ولا حاجة. لو جيت ابص على المكان اللي هيعملها. هقول له مسلا على الديسكوتوب. خلص لي الايكونة وعمل هالي على الديسكوتوب الايزو بتاعتي. تمام? فهنا بتاعي فين? هقول له خلاص. هحاول اختر الويندوز الحالي اللي هو الويندوز الحالي اللي هو ده. تمام? عشان يعمل لي منه. يعمل لي ويندوز لايف بنفس المواصفات بتاعت الويندوز اللي انا شغال عليه الوقت ده. اخترت له طبعا فولدر الويندوز زي ما انتم شايفين. فهنا بيعمل آآ راح لعها الخطوة التانية والتالتة قال لك قال لك سلكت ويندوز فايلز كونفيجور سورس بلاجينز. ايه هو محتاج بلاجينز عشان خطر يعتمد عليها في عمل تمام? فهنا طبعا في كان في حاجة اسمها دي بتنزل من على كبير تقريبا واحد جيجا ونص. آآ بيسمها عشان خطر تنزلها وتعمل دي. فده ده بتزبط له كل شيء على شغال زي الحالي. وهنا في في النهاية دي البرامج اللي هيحطها لك. هتقول له ولا تعمل الستارت اوب ولا. انا طبعا كل ده مش عايز من كل ده حاجة خالص غير انه يعمل لي ايزو. كريات ايزو. تمام? فانا ببعد عنه الحاجات التانية مش عايز يعمل لي حاجات. فالفيرشوال تست. آآ يعمل لك تست الفيرشوال. هتحط برنامج ايه? الكيو ام زي اللي احنا بنستخدمه كيو ام اميوليتور ولا 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 هتعمل في ام وير اميوليشن ولا. انت هتختار طبعا الكيو ام زي ما. يقول لك ايه البرنامج اللي انت عايز تعمل الاختبار للبوت زي اللي احنا بنستخدمه ده. هتقول له الكيو اميوليشن او اللي هو الكيو اميوليشن اعمل لي الكيو اميوليشن حطه لي على النسخة بتاعتي اللي انت هتعملها لي. طب التانية هتحط الجي ماكس اللي هو الجي اميج اكس وهتحط الدوس ده كلها هتنزل بالكامل. برامج كلها بالكامل هتنزل. واللي محتاجه منه هيقول لك ما نش لقيه. تم انت تقول له دخلي الحاجة دي هيقول لك دخلي الحاجة اللي انت عاوزها واختارها لي. تمام? تبدأ انت تنزل هالو. او دي اللي كان الكلام علي لازم تنزل برضو من على النت. تمام? يعني لازم تكون متصل بالنت عشان تعمل نسخة دي. وتنزل كلها والبرامج والفيرشوليزيشن. اللوجو. عايزه يدخل كادمن ولا لأ? تختار يدخل كادمن. المهم ده من ضمن البرامج طبعا اللي بتعمل ويندوز لايف. وطبعا تفضل تمشي معها واحدة واحدة وتزبط من هنا وتزبط اللوجو بتاع الدخول. اللوجو بتاع الدخول هيبقى على شكله ازاي. هتضيف يوزر تاني ولا لأ? بتمشي مع الخطوات واحدة واحدة لحد ما تعمل الويندوز لايف اللي انت عايزها زي النسخة الصيانة بتاعتنا بالزبط. ده من ضمن البرامج. تمام? هتقدر تزبط فيها وهتبدل تشوف عايز اي حاجة تعمل الرئيسية اللي هتساعدك في عمل الصورسات. طبعا هتختار الصورس بتاعك في النسخة اللي يستحسن نسخة ايزو عليها ويندوز كامل وهياخد منها. وهيحط لك عليها مش ويندوز يشغل في الوقت الحالي. تمام? هنا بيقول لك اهو. آآ لايف الكريات هيعمل لك كريات من الويندوز تن ساكن بي اي. تمام? ده اللي هو العايز اللي هيعمله هو من نفس الفولدر اللي هو شاور لنفسه على الفولدر من نفسه راح على الفولدر اللي انا مشغله منه. عشان ياخد منه تعليمات تعليمات والتعليمات اللي هينزلها وهيشتغل عليها. اللي هيحتاجها طبعا لازم تجيبها له. طبعا بتبقى خطوات طويلة عريضة عشان خطر تعمل اللي في الاخر عليها الحاجات اللي انت محتاجها. وتفتح كل عنصر من دول وتختار ايه اللي انت محتاجه وايه اللي انت مش محتاجه في اللي انت هتعملها دي في النهاية. تمام? والاخر هتعملها كاما يا اما انك تعملها اما او انك تعملها في الاخر انت هيسألك هنا. فين هنا في لا. هنا في الفاينل هنا هتعمل ايه? اهو هتعمل ولا هتعمل حاجة تانية هنا اللي انت هتعمله عندك الكيمو او اللي هتحطها هتحط درايفر صوت وتقوم ما حدد له الصوت في فين الصورس بتاع الصورس بتاع الدرايفر نفسها وتقوم جايبها له. تمام? اللي انت هتحطها هنا. ممكن تقوم عامل درجة زي ابليكيشن زي مسلا زي الجيت اوديو مسلا ده. اه هاروح للصورس بتاعه. هو مشادد اللي هو الجيت اوديو نفسه. احطه هنا. ما كانش اقول له براوس. براوس. من هنا كده. اقول له براوس. عايزة عايزة اضيف. عايزة اضيف حاجة هنا. التايتل سبسكريبشن. هنا هقول له اسمبل ولا الفايل تاسك. ولا الكومبريشن. ملف مضغوط ولا ايه بالضبط من دول. هتقوم اعمل الاكس. ترجع كما كنت. تمام? اه باك. هنا الصورصات بتاعتي. الصورصات اللي انت هتعتمد عليها هنا. الوينزب. الوينرار. الخلاصة. ان انت هتتبع بعد كل ده. تدخل على حاجة حاجة. وتشوف ايه اللي انت عايزة على الصورصات بتاعتك. ده عيب اللي الصورصات دي بتبقى فرض عليك حاجات معينة. ما بتقدرش ان انت تغيرها. اه فيبقى مسلا ام بي ار. ولا هيبقى ايه فيه? ولا البرامج اللي انت هتستخدمها? تحدد واحدة واحدة. البرامج كلها اللي انت عايزها على بتاعك. وبناءا عليها بيحصل ان انت مسلا بتحصل في النهاية على نسخة. اما انها انها كبيرة جدا. لازم عايزة جهاز اه قوي عشان خطر يشغلها او انك تعمل الصوانة خفيفة بحيث انك تاخد وتقول له اعمل اللي بناء عليها الحاجة بتاعتي. بس اختار اه الصورص بتاع الويندوز. نفسه اللي اللي انت عايزه يتخزن فيه الويندوز اس اس بي ايه. اه تمام? اللي هو بتاع الويندوز لايف نفسه. اللي هيحط لك فيه مكونات الويندوز لايف بعد ما يعمله. وما كان الايزو بعد ما هيخد من الفولدر ده يعمل بها الايزو بتاعه ويديها خاصية البوت وكده. فانها لازم تكون اسطوانة ويندوز. اه اسطوانة ويندوز اصلية. اه مش قصدي اصلية. اه يعني اسطوانة ويندوز يعني تكون حاطة زي الايزو. ايزو كونها تكون مدخلة في الجهاز وعملها كبارتشن. تعمل لها ماونت وفي الاخر تقول له هي دي المكان الويندوز اللي انا منه. هاخد منه وتعمل لي منه بياخد طبعا مواصفاتها. لو هي سيرفر بياخد منك بياخد منها ويعمل لك بناء على متوافقة مع السيرفر بالضبط. لو هي هي هيخد منها وهيحاول يوفقها مع اللي اللي هيعملها. بناء على الويندوز اللي انت هتختاره هيعمل لك جاي منه. هيكتبسه منه وهي ايه? وهيعمل لك ده من ضمن البرامج زي متوا شايفين? اه اعتبر برنامج تيل حابتين وعايز لازم اتصل بالنت عشان ينزل الحاجة اللي يحتاجها هيروح يجيبها من على النت لو ما لاقهاش عندك على الجهاز. طبعا الفولدر ده طبعا لو جينا نشوف حجمه حوالي زي ما احنا كنا اختارنا في الاول تقريبا حوالي ستمائة ستمائة ميجا. في النهاية هيعمل لك الايزو. الايزو اللي هيعملها لك في النهاية هتلاقي متخزنة جوه بس كستاندرد. مايش? اصلية. خلينا نشوف كده مسلا نقول له ايزو. تمام? خلينا ندور كده على السهونا ايزو داخل الفولدر نفسه بتاعه مش هنلاقي موجودة. طب هندور على حاجة مسلا وم مسلا. هو في الاخر هيعمل في النهاية هي اللي هتشتغل معنا. فهنا هنشوف دي ده ده يعني يعني يبع خصائص هنشغلها مسلا ونشوفها ايه اللي هتعمله لنا في الوما دي طبعا كلها خاصة بالبرنامج هيعمل شايف? ويعمل بتاعتك هيعمل لها ويحطها مسلا على او يحطها داخل الايزو ويفردها لك ويشغلها لك من على دي بعض الخصائص طبعا والحاجات اللي هي داخل كل ده هيستخدمها دي كلها هيستخدمها في انه يعمل لك في النهاية. تمام? دي ده البرنامج الاولاني. ده البرنامج التاني نشوف البرنامج التالت هنلاقي في حاجة اسمها The Builder كنت طبعا شغل عليه زمان. ده الويندوز لايف طبعا ده الويندوز اللي احنا تكلمنا عنه الوقتي. اللايف التانية في حاجة اسمها الوين بي لا هو هو. هو هو نفس الموضوع. تمام? نفس البرنامج. بس انا فرضه اللايف ديسكتوب. لا هنا اللايف كرياتور. الوين في حاجة اسمها الوين بيلدر. الوين بيلدر. ربما ما يكونش موجود هنا. بس دي دي كل سوانت اللايف. اللايف. في حاجة تانية اسمها ويندوز ريبير. اه ابلكيشنز. الويندر شير. عندك مسلا حاجة بالبرنامج اسمه الويندر شير. الويندر شير دي يعتبر بيعمل لك اهو الويندوز لايف فل. ده بيعمل لك ويندوز لايف كامل بورتابول من على السيستم الحالي بتاعك. فنجرب كده نشغله ونشوف هيعمل لنا اسمه اسمه بيلدر. لايف بوت فل. دي لايف بوت. تمام? ده اللي هو البرنامج اللي بيعمل لك لايف بوت. انا شغلت او دابل كليك عشان يشتغل معايا بورتابول. طبعا بيعمل النسخة من كل البرامج اللي انتو شوية فينها قدامكم. دابل كليك عشان تشتغل معايا مش راضي يشتغل. بقى او عامل لايف بوت ده ينزلي بقى اللي هو زي اللي انتو شفتها من شوية اللي احنا كلمنا عليها في الفيديو وكنا بنصلح بها الويندوز يعني. تمام? هنا بيقول لي هسطب لك البرنامج اللي هيعمل ده? اقول له اه سطبه. يقول له انا مش عارف اه اعمل لاني منش متصل بالنت. انا عايز عايز اه سطب هس دي تكتد زاد ووندر شيير لايف. اس كارنتلي راننج. بيقول لك هو بالفعل شغال في الوقت الحالي. تمام? اقول له اوكي خلاص. ما فيش اي مشاكل. خلاص. تمام? فهنا اقول له داونلود اللايف بوت ولا داونلود اللايف بوت ايزو? الاي اك سي ولا الايزو بتاعه? فهنا طبعا اقول له طبعا الاي اك سي عشان يشتغل معايا كبرنامج ويفضل بقى يعمل لي تخصيص. فهنا الووندرشير لايف بوت ستاب اشتغلت معي اهو. تمام? حصل طب طبعا البرنامج. الاميل ايه واللايسنس كود اللي هي اللايسنس كود اللي هو السيريال. هفتح السيريال اهو قدامي. طبعا ان شاء الله ممكن ابقى رفك لكم كله ده بالفيديو الحالي عشان خاطر ازاي تقدر تعمل ووندوز لايف. زي ما الناس كلمتني. هنا اقول اللايسنس بتاعت ايها. قال لك اه انفليد ميل. ادخل اي ايميل طبعا. تمام? هتنزلها فين على السي? اقول له طيب اوكي. المهم في النهاية هجيب لها ايكون على الديسكوتوب. هنا طبعا بينزل كل مكونات الووندرشير. ده ميزة الده برنامج تجاهز برضو. اول ما يخلص التنزيل ويسطب البرنامج هنكمل مع بعض. هنا خلصت التحميل خلاص. مش تحميل يعني معنا يعني كان بيسطب البرنامج خلاص. اتعاملت معي خلاص. هو ده الصفحة الرئيسية للبرنامج. ده زي ما كنت تعليمات للبوت. بس هي طبعا ان هي عمرا ما تكون تعليمات هو ده البرنامج الكامل. تمام? اللايف بوت اهو. البرنامج الكامل اللي هيعمل الصنط البوت اللي احنا اتكلمنا عليها. how to make a live boot. السي دي. برن ناو. لا احنا عايزين نعمل السي دي. السي دي اول. لو كمبيوتور عندك دل اللي بيقولك ازاي تختار البوت ويديك زي ما كنت تعليمات بالزبط. تمام? التعليمات. how to create live boot? burn usb drive now. اهو. عايز تنسخ اللي اللي بي على اليو اس بي. تمام? وتقوله ده البرنامج جاهز وعبطه لو عايزي ينزل لك النسخة live على اليو اس بي بحيس نعمل بوت منها. او how to create احنا عايزين نعمل ايزو. how to create a bootable cd. bootable cd. burn cd اقوله اه. burn cd now. فين اللي cd بتاعتك هتعملها كcd ولا كايزو? المفروض هنا اختار له اقوله كايزو. انا عايزها test mode. test mode انا عايزها كايزو. قالك image burn. هو معناها الامج يعني معناها الامج اكيد موجودة معاه وعايزي ينسخها على dvd. فانا طبعا هقوله لا انا عاملها لي كايزو. انا مش عايزك تعملها لي. هنا create a see file. هنا view image. هنا لو اختارنا دي view right cue. maximum. ده one copy. هنا يعني جاهز ان هو ينسخ على cd. هممكن اقوله safe as. كايزو. كلوج file. لا. المهم في النهاية. اه من file دي. اقوله browse. اكانسل. وحاول لنا اقوله. اه. life. life boot overview. لا overview. ده اللي هي معلومات عن البناء. فانا بيقول لك اهو اختار هنا. اختار الرايتر. الرايتر بتاعك لما تنسخ النسخة. هيقوم نسخ لك الايزو. ده معناها هل ده معناها ان فيه جواه ايزو عايز ينسخها لي? فده اللي انا بعمله. اجعل short cut. اقوم اقول له. اه file location. يا باشا خلاص. احنا عايزين file location. وال file location هنا هبحث هنا اقول له الايزو. ملفات اسمها الايزو. اي اس او. فهين هيدور لجوا. هيلاقي فعلا نسخة ايزو هي. حجمها حوالي 314. ده اللي هي الستاندرد بتاعته. الستاندرد بتاعت البرنامج. فهمتوا ازاي? يعني اول ما نزل البرنامج يعمل لي لايف ايزو. اعرف ان هو جواه لايف ستاندرد هو عاملها من نفسه. وبيحاول بقى ياخد اختيارتك ويعدل على النسخة الايزو. زي ما احنا بنعدل كده على الايزوات بتاعيه. فهين هنقول له open file location. open file location. هيوصلنا لللوكيشن. اجل اللوكيشن ادور جواها على اي الصونت ايزو هو بتعامل معه كسطندرد. هي دي الستانت الايزو. هاخد منها copy وانسخة ع الديسكتوب. عشان اعمل لها اعمل لها اختبار بالفلشن او اول حاجة اختبار بتاعها دي. زي الصونت الصينة اللي انتو شفتها اللي احنا اجيبناها في الفيديو اللي اللي فات على طول اللي احنا كنا نتكلم فيها على تصليح الويندوز وكده. فهنا هنقول له اختبار ايزو. فين الايزو بتاعتك هقول له دي. اللي عدسك بتاعنا ده. هنختار منه اللي احنا جبناها من البرنامج. اهي. اقول له عايزة اعمل لها تست. اشوف بس البوت بتاعه. هنا لقيت البرنامج افش معي ومش راضي يعمل بها بوت. اقول له شكرا يبقى انت ما بتشتغلش من فوق الويندوز تن. فشكرا على كده. احنا مش عايزين منك اي حاجة في الوقت الحالي. هفتح بتاعتي عادي. اخر مكان انا كنت اعملها. هنا تحت خالص. وليكن المكنة دي. تمام. هاجل للهاردات بتاعتها. اقول له خرج للهارد ده. او المكنة التانية دي. تمام. وكان حطت الهارد الخمسين. اقول له طبعا مش عايزينه. طلعوا خالص. تمام. انا عايز الـ CD. انا كل اللي عايزه منك تبدأ بالايزو. فين الايزو بتاعتك اقول له هاشاور لك عليها هو على الديسك توب. هي بتاعت الويندر شير اللي انا عايزة اشغالها. ومقال له اوكي. بعد كده هايقومي يشغال له. اقول له. ارن المكنة دي يعني شغال الباور. الماشين عشان يبدأ بالاستوانة البوت اللي احنا حددناها. هنا بقى هي دي الاستوانة البوت اللي هيبدأ بها. تمام? هو طبعا اكيد اعمل وقت. فانا بحرك طبعا لنواس عشان خاطر يقف معي الوقت. يبقى دي هي استوانة بتاعت البرنامج اللي احنا سطبناها الوقتي اللي هو الويندر شير لايف بوت الفين واثناشر. فهنا بيقول لك بوت فروم الهارد هتبدأ الاستوانة معك زي كده بالزبط. تمام? فهنا طبعا ممكن اقول له ابدأ على طول من اللايف بوت. كده انا دخلت على الاستوانة. هقول له ابدأ لي لايف بوت. فكده طبعا هيدخل على الاستوانة اللي موجود عندي بره دي. هنا بيدخل عليه اهو. طبعا بتبقى معمولة ويندوز سيفن بي اي. نخليه كده لحد ما يخلص. وهنا يبقى ده البرنامج. دخلنا عليه. اوبن فايل لوكيشن. وحصلنا على الايزو. وانا بحس عن الايزوهات اللي ملكه اخدناها منها نسخة حطناها عشان نشوفه بتاعها ايه? وبعد ما ما يخلصنا ويعمل لنا استوانة ايزو هيبقى شكلها ازاي? هنعمل لحد ما ده يفتح معي الويندوز ده. تمام? هنا الوقت فتح معي البرنامج اهو. فتح معي فعلا بنسخة اللي احنا كنا بنحل بها مشاكل الويندوز اللي بيعمل بها للويندوز. تمام? فهنا طبعا اه الاستوانة زي ما انتم شايفين فتحت معي وده البرنامج اللي بيعمل بيه الصيانة هو ده. اللي كان نفتح معنا الوقت في البداية. هو ده طبعا البرنامج اللي احنا بنصلح بيه اي ويندوز. طبعا لو المشكلة في البوت تعمل من هنا وتشوف زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات على لو عندك جاي لك زي كده او بيحل لك مشكلة البوت لو فيها مشكلة في البوت. ده طبعا في معينة هو بيتبعها. المبرمج اللي عامل البرنامج ده هو يعتبر هو الماشي بيروح طبعا يشيك عن وين لود ويشيك بقى على البوت ام جي ار ويشوف البي سي دي بيشاور فعلا على جوة ولا لا ويشوف الملفات كويسة والدرايفرز موجودة في اماكنها اخد طبعا الساندرد ولا لا ويبدأ يصلح مشكلة البوت في الدخل على الويندوز بس زي ما انت شايف ويندوز يعتبر فاضي مفيش في غير الحاجات اللي هو حددها لنا من برة زي ما احنا قلنا له كده اعمل لنا ويندوز لايف فعمل لنا الويندوز دي. تمام? وطبعا فك فك لو ما ده اعتقد انه بالنسبة لكم اصبح الوقتي ما معروف ولا تمام? اصبح الفك لو ما اعتقد انه ما اسهل ما اسهله وتكلمنا عنه قبل كده. فيعني عشان تفك لو ما زي دي وتحضي في البرنامج بتاعتك بمنتهى السهولة ما اسهل انك تضيفها بس هتضيفها لك على الديسك توب فقط مش هتقدر تدخل في الكور نفسه لان الكور نفسه عايز ان انت تدخل وتعمل كستومايز للبرنامج زي ما انت شايف. سينا طبعا هقول له باور اوف. خلاص. مفيش اي مشاكل. افعل معنا البرنامج. هو ده ده البرنامج اللي بيعمل لنا. هيفتح معي البرنامج زي كده. اقول لك كريت لايف بوت. قال لك اه هوتو بوت فروم السي دي. بوت فروم كريتت سي دي. ازاي هتعمل بوت من السي دي. فيقول لك الخطوات تضعت اف اتناعشر وتقول له بوت من السي دي. فرست بوت خليها السي دي روم من السي طب نفسها بتاعت الجهاز. فانا مجرد تعليمات انما في النهاية بينسخ لك الصونت اللي بتاعت التصليح دي. قولك لو انت عايز نسخ على الصونة تدخل للصونة وانا انسخ لك بدليل لما تقول له اعمل هاليا على الصونة تنزل هنا. في النهاية هتلاقي البوتن نفسه اللي بيقول لك برن ناو. يو اس بي درايف. تمام لو انت بورن على هتعمل كريت اه فلاش ميموري تعمل منها بوت. هعمل لك منها بوت. لو هتعمل السي دي نفسها هتعمل لها تبقى بوتابول كريت كريت لايف بوت بوتابول من السي دي من الفلاشة. فهين هتدخل نفس الفلاشة وتقول له اه حطيه اللي هو هيختارها لك دي من نفسه. تمام? فكل حاجة زي ما انت شايفه والاخر هيديك الزرار يقول لك ابدأ ابدأ الحاجة دي. انو انت عايز تدخل على النت هتبحر اكتر في النت وتشوف هنا بيقول لك بعد ما بينسخ اللي هي اللي جواه دي على سي دي. يعني من الاخر انا جبت لك من الاخر اهو من البرنامج قلت لك اه اوصل للفايل وهو مدور على بتاعته الستندرد بتاعته واجه اجرها واشوفها بالفيرشول ماشين ده ميزة ان يبقى عندك فيرشول ماشين عشان تقدر تجرب عليه كل استوانات الصيانة اللي انت عاوزها تمام? فبكده يعني نبقى ده تاني حاجة في حاجة ثالثة اسمها الوين بي در. اعتقد الوين بي اي بي بي در اللي احنا شفيها. اللايف كرياتور نشوف البرنامج اللي هو يبقى احنا قولنا اه برنامج قبل كده اللي هو الويندرشير ده واحد. تاني حاجة اللي هو الوين بي اي كرياتر اللي هو ده تقريبا يشبه الوين بيلدر على فكرة لان الوين بيلدر اس اي او الوين بيلدر بي اي نفس بالزبط الوين بيلدر اللي احنا احتمال نشوفه في اللقطة الجاية اللايف كرياتر ده بيعمل كرياتر بيعمل انشاءها وين بيلدر شايفين? بيقول انا انا شبه هافتحها احتمال تلاقي الوجهة بتاعته تشبه اللي فاتت بس دي طبعا عايزة كل حركة اللي انت عايزة تعملها تعملها كمباتابول ولا كومبيليت اتواجه طبعا ريكم مندج دي اللي موس بها او مينمام اصغر استواندة شيانة ممكن تعملها لي ستختار من هنا الـ CD الى الـ PA Builder ستبقى عبارة عن نسخة Windows A بالزبط ستختاره من هنا طبعاً كان زمان بنعمل Windows XP و Win Builder للـ XP هذا طبعاً برنامج قديم ستختار 7PE و Win Builder مجرد ما ستختار 7PE ستختار دونلود لكل الفايل ستخبره Run من هنا ستخبر دونلود ستختار دونلود ستختار دونلود سيظهر لك كل الخيارات و نفس الـ ويندوز PA و الـ ويندوز PA Builder هناك شيء اسمى برضو PA Builder ستختارها لو هي موجودة هنا ويندوز من فلاش ميموري كنت نزلت ويندوز على فلاش ميموري بالفعل وشتغل بنجاح هذا الويندوز شغال مع الفلاشة ستبط على الفلاشة بالفعل ستبط على الفلاشة بالفعل ستبط على الفلاشة بالإمجي اكس أو الـ ستبط على الفلاشة بالفعل ووجدت هنا على الـ دايماً بخليها الـ درايفر بتاع الـ درايفر بتاع الـ درايفر دي ما بخله إميشن لا دي بخله دايماً ستاندرد شانيل عشان خاطر تفتح معي على أي جهاز كمبيوتر ده طبعاً كمعلومة كده على الماشي ماشي ده اللي هي المغامرات بتاعتي مع الـ ويندوز لايف وازاي أعمل ويندوز لايف تمام فده تعتبر الملف ده بيحوي بالكامل زي هي ده الـ اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية ده الايزو هات اللي جواه طبعاً هو لسه ما عملش ايزو هو لسه ناوي يعمل ايزو ده اللي هو القديم قوي اقدم برنامج كان بيعمل كان زمان قوي هتلاقي برضو الوجهة بتاعته تشبه الـ بنفس الخطوات بنفس المكونات طبعاً هنا هتلاقي بيحاول طبعاً يبص على نسخة الويندوز الحالية اللي شغال عشان بياخد منها ويعمل لك النسخة لايف بناء على الويندوز الحالي اللي انت شغال به طبعاً لازم ينزل له بعض الأدوات ايه في حاجة اسمها استوانات الاستوانات برضو بتنزل بالكامل حوالي واحد جيجا ونص تمام؟ بتبقى اسمها السابورت او السابورت او الاسسينشال اسسينشال تولز التولز المهمة لعمل ويندوز ويند بيلدر فهنا طبعاً بياخد وقت طبعاً في الفتح بتاقي عشان برنامج قديم شوية فاكيد بيعمل تعارض مع الويندوز تن فمبدئياً انا هقفله اللي كنت عايزك تعرفه من الفيديو ده في النهاية ان في حاجة اسمها البي اي بيلدر في بيرنامج اسمه وين بيلدر في حاجة اسمها الويندر شير لايف بوت التلز المهمة اقع الويندر شير هي الاستوانات في ان شاء الله تحت الفيديو دا هحط ليك البرنامج ده الويندر شير هحط لك الاساس اللينك بتاع الاساس هحطيلك تدور عليه الوين بيلدر والبي اي بيلدر يبقى لو قلنا الاصطوانات بي اي بيلدر وبعد كده الوين بيلدر وبعد كده الوين تن بي اي اس اي اللي احنا شفناها من شوية الويندوز الزيرو لايف يبقى الوين بي اي اس اي تن بي اي اس اي وتقدر ان انت تعمله دونلود بسهولة اول ما تعمله فرد هينزلك بالشكل اللي قدامك ده تقدر تشغل من هنا وتقدر تعمل الصوان اي بقى تن بي اي اس اي والوين بيلدر في حاجة اسمها البي اي بيلدر لو دورت عن انت هتلاقيها ممكن يكون حدثوا نفسهم واخر حاجة لاي ي يقديد الويندوز الزيرو يبقى عندك الويندوز س إي will builder الويندوى شير تلاتة الرابع بتاعهم الاساس واو اس تو اس و جو ده اربع برامج الوقت تقدر تعمل بيهم الصوانات لايف تحاول انت تجرب تجرب بيهم وتعمل بيهم الصوانات لايف وحاول تتجرب طبعا الاساس لان ده احدث احدث حاجة تعمل الصوانات سيانة او تعتمد علىницу تحاول تعدل عليها و تدخل علي البرامج اللي انت محتاجها تمام عليها بحيث ان في النهاية تحصر ويندوز لايف يقدر يحل مشكلة حقيقية يعني زي الويندوز لايف بتاع الويندر شير انا شايفها الصونة نجحة جدا وخصوصا في الفيديو الاخير عرفنا ان احنا ازاي نحل مشكلة ويندوز بالفعل صائط عندنا وازاي بيحل مشكلة البوت الاولاني لما يجيب لي كراش سكرين زرق كده بيقدر ازاي يحلها لي فالصونة دي تعتبر نجحة جدا في عمل صيانة للويندوز شير لايف بوت الفين واتناشر تمام ده من اشهر صنوات الصيانة اللي بتعالج البوت اعتقد لحد كده تمام وان شاء الله في فيديو تاني ان نتكلم فيه على البرامج تاني بتعمل ويندوز لايف بنجاح وقدامكم ان نعمل تجربة بشكل عملي انما المرضي احنا مستعرض كده الامكانيات ايه وانواع البرامج ايه بس اعتبروا كانه برنامج تعريفي بنعرف منه كم برنامج بنشغالهم ونشوف ازاي تحصل على ايزو بتاعتها اللي زي ما احنا عمل لك ادى مع الويندوشير كل برنامج تنزله ويندوز لايف بلدر او بي اي بيلدر او لايف ويندوز لايف بيلدر او ويندوز لايف كرياتور الوين بيلدر بي اي بيلدر ايه البيتن بي تن اس اي تن بي اي اس اي 2019 او الويندوشير كل ده طبعا تدور على ايزو جواه اول ما ينزل اول لانا لو ما لقتهاش يبقى لازم يحتاج الاتصال بالنت عشان يجمع الخاصة بالوندوز لايف ويبدأ يعملها لك. دي طبعا كان شرحة موجز على السريع كده. ازاي تعمل الصونت لايف. ارجو ان يكون الدرس ممتع وسهل. ونشوفكم ان شاء الله في الدرسي تاني. نتكلم فيها على تفاصيل اكتر على حيثة الوندوز لايف. وازاي التعديل عليه بشكل عملي. تمام? اشكركم لحسوس معكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة